بعد اعتماد نسبة 20% من مبيعات النفط مناصفة بين ساحل المحافظة والوادي بدأت عجلة التنمية في الحركة خصوصا في الجانب الخدمي بوادي حضرموت وفي قطاعات متعددة منذ أكثر من عامين بدأت السلطة المحلية في تنفيذ 60 مشروعا موزعا بطريقة عادلة على مجيريات الوادي كما يوكد مسؤولون في السلطة المحلية قررت السلطة المحلية بتشكيل لجنة لدارة مشاريع هذه النسبة وتوزيحها على مديريات بالنسبة العادلة وفق هذا التقدير تم أول إتماع بالأخوة في مدرع عموم مديريات الـ 16 بالوادي والصحراء وطلبنا منهم تقديم لنا كل احتيات مديرية في كل المجالات الخدمية في مديريات تتوزع هذه المشاريع على قطاعات مختلفة أهمها في الجانب الصحي من خلال بناء مرافق صحية في مستشفيات متعددة والأخرى في الجانب التعليمي والتي بدأت خلال إعلان جامعة سيئون في وادي حضرموت بينما تات بقية المشاريع في مد الطرق الرئيسية ورصفها كذلك خطنا القادمة إن شاء الله لنعملها هي إقامة الخط الدولي الرابط بين مديريات الصحراوية كلها هذا يبلغ طولة حوالي 320 كيلو الآن على الدراسات الكاملة هذا المشروع كله كامل لجرى النور في الأيام القادمة معنا شروع استراتيجي وهو مطار سيئون اليديد إن شاء الله الآن تنفيذ هذه المشاريع النوعية خطوة إيجابية بحسب مهتمين في المحافظة خاصة أنها جاءت بعد توقف عجلة التنمية في البلاد لسنوات جراء الانقلاب التي قادته الميليشيات وما ترتب عليه من أوضاع سياسية واقتصادية عرضت معظم البنية التحتية والخدمية للدمار والتوقف وبحسب مسؤولين فأن العمل سيتواصل في هذا الجانب للعام القادم لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات من خلال إنزال مناقصات لتنفيذ مصفوفة من المشاريع الحيوية قد تعلن عنها السلطة المحلية خلال الأيام القليلة القادمة حدى المساعد قناة بلقيس من مدينة سيئون حضر مون